هي أفكار تمزج بوضوح مع الهدف والمثابرة والرغبة المشتعلة لتبدأ الانطلاقة وما بين الانطلاقة والتتويج هناك ثمن، عرق، تعب، ونضال نعيش الحياة كفاحاً حتى نصل إلى هناك تزيد المسؤوليات وتكبر التحديات ليظهر النجاح ومع العمل واقتناص فرص الإنجاز تعود بك الذكريات كيف كانت القصة؟ وأين هي البداية؟ الاجتهاد اللي ما توقف أي عقبات مع وجود الطموح حتى لو كانت البدايات متواضعة يوصل ناس كثير إلى النجاح رجل الأعمال عبد الرحمن العطشان طبق هذه القاعدة في رحلة طويلة مع الكفاح لا تحسب لان المجد تمرن أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره حقيقة اللي يبيه الشيء يتعب عليه ويجاهد ويحاول ولا ينظر ما في شيء سمو مستحيل والفرص موجودة العمل موجود لكن اجتبه أنا أشجع أي سعود يأتي عندنا بعد سنتين ثلاث أربع خمس كسب الخبرة نحن نساعد لما يأخذ مشروع عندنا ولا الحمد شيء مؤكد طلعوا من عندنا بالعكس أقول لهم نفسوني يعني بعض الناس يقولك أسرار الشاركة وما يجسير قلت له أخي الرزق بالسلام أنا أحس أن الإنسان لازم ينتج فيه مرحلة بعمر مرحلة إنتاجها الآن تخذت الخبرة وخذت تجارب وكذا خلي الناس تستفيد منك خليك تصير لبنة في هذا الوطن وطنة والله الحمد يعطانا كل شيء مقصري والله ما ما نسوي حينما لكن على الأقل نقول جهد المقل الحمد لله هو الشيء أنا لم أندم على شيء في حالي حقيقة كل شيء أنا أمم فيه أنه بقدر ومقدر الإنسان بعمله هذا جانب والجانب الآخر أنا أي عمل أخذ أجتهد فيه شخصي وأتقنه حتى وإن كنت لا أعرف وأحاول أعرفه لأكي أتقن عمل وليسير هو الهدف العمل حقيقة فقط لأنا هو المرحلة أعديها وأطلع المرحلة ثانية ممكن الطموح شوي زايد عندي بس طبيعتي كذا ولا أندم ولا الحمد على شيء اتخذت قرار فيه ما أندم وإن كان فيه خسارة بس خلاص قرار قرار وصفحة ماضية وانتهى أنظر لبكرة ما أدلي ما أنظر لأمس أمس في هذه الحلقة نفتح معاكم صفحات قصة مليئة بالأحداث سواء السعيدة وأحيانا القاسية لكن هذه القصة تسطر اليوم نجاحات بارزة لرجل الأعمال عبد الرحمن العطيشان سواء في مجموعة التجارية الضخمة أو نشاط العام كرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية السنوات الأولى من حياة ضيفنا قضاها في كنف جده لوالدته في قرية رباعية بالقصيم وكان هذا نتيجة انفصال والديه في أول سنة من ولادته عام 1959 أفضاري أنت الوالد والوالدة من أسرتين بارزة هل كانت طفولتك مرفهة؟ حدثني عنها كيف كان طريقة حياتك اليومية زي ما تفضلت عائلة البازي عائلة معروفة وهم أمراء ربعية عموما من جدنا اللي هو عبد الله جدي الأمي عبد الله الحمود البازي فالوالد برضو أمير يعني كان في مارت راست النورة وكان في مارت منطقة المحايدة ما في شك يعني لكن أنا ما حسيت بهذا يعني أو ما أخذ منه هاي شيء يعني عشت يعني مع أخوالي كفلاح حقيقة لأنهم هم أهل فلاح أهل نخل وأهل غنم وأهل إبل وأهل يعني فما كنت أعرف أنه فيه عيشة الأفضل من عيشاتنا أتوقع كذا كذلك حياة بسيطة كانت جداً بسيطة بس كانت ما جيدة جداً جيدة أعتبر أنا محظوظ أني عشت في ذكاء الأيام أعرف أنك كنت تساعد جدك أو جدك كان يكلفكم وأنتم أطفال بأعمال وبعضها تعلمت منها يعني بعض القيم حدثني عن هذا الشيء جدي أصلاً له فلسفة كان الله يرحمه هو كان ما يعني ما يعاملنا معاملة لأننا أصغار لا أنا ولا أخوال وهذه الطبيعة يعاملنا كرجال يكل لنا مهمات أصلاً ما نقوم فيها أحياناً ربما صعبة لكنه يعني يعطيك الخيار زي ما يقوله تحدي مع نفسك أنا من الناس اللي شوي أحب هالتحديات هذه أنا أثبت للآخرين أني عندي ما أقدر أفضل خاصة عند الخواري وأقراني لكنت ربما بعض الأمور أخذها جد أكثر منهم وهذا ما في شك كسبت عنده الحظوة في هذه لذلك كان يعني يوجه لي بعض المهمات ويقول لي ما يسوي هالشيء لأنت فأنا أفكر صحيح لا أنا خلاص بسويه يعني يعطيك إحاء وهذا شيء طيب يعني يتسب شخصية قيادية في ذاك الوقت بين أقرانك الله هذي أعتقد أنه نعم عطاني الشخصية قيادية أنه لما يقولك أنت ما يعرف لهالشيء لأنت أو أنت اللي تستطيع أنت اللي تسوي أنت والله هذي دافع كنت فعلا تقمصتها الشخصية والأخير صارت جزء من شخصيتي أنه أنا ما عندي مشكلة يعني بأي شيء بعد ما بدأت مرحلة الدراسة جاوزت مرحلة إبتدائية ثم المتوسطة وبعدها قررت أنك تقف عن الدراسة إيش اللي يدفعك لهذا الموضوع طبعا مرحلها في ذاك الوقت العمر ما يتجاوز 15 سنة أو شوي وخلصها المتوسطة طبعا قرار ما كان صعب أنه أترك التعليم وأتجاه أخر لكن أصلا أنا من نشأته أنه تقريبا رأي هو يعني أعتز برأي وأمشي فيه وهذا طبعا ربما ما كان صحيح لكن هذا الظروف في وقتها حكمت أنه أنا أمشي أغلب القرارات أنا أمشي برأيي إيش الظروف اللي كانت موجودة في ذاك الوقت طبعا تعرف كنت مثل عند الخوارب وما قصره وجدي الله يرحمه ما قصره إلى آخره لكن كانت الوالدة يعني موجودة يحكم أنها غير مرتبطة ولا يعني ندري حسيت أنه أنا مسؤول من والدتي أني أسوي لها شيء يعني هي كانت دائما يعني تكلمنا وياها فأقول لها أنا بأسوي لك بيت ربما هي كانت تقول إيه وتحثني على هذا بس كانت تعرف أنه صغيرة تتوجيه لكن أخذتها بمحمل جد فأقول لها أعمر لك بيت واجلس أنا وأنت فيه وأتزوج ويعني تخطيط فكنت تقول طيب شيء زين وكذا بوقتها أنا بهذه العمر لما أفكر أنه كيف أبا أعمر بيت يعني لها وكذا بتطلع من بيت أبيها ويعني يصير لها واضع معين فضطرت أني أترك الدراسة وروح أعمل على أساس أنه أستطيع أسوي أن أنفذ الخطة إيش عملت في ذاك الوقت طبعا مش أعلم ما أعرف أنا أي شيء إلا أعرف إلا أسوق سيارة هذا اللي ما أعرف يعني فاشتغلت أنت خالي الله يرحمه البازع فترة على أمل أنه كان أنه أشتري سيارة ما كنت أعمل أنه أنه أشتري سيارة لا أعمل أشتري سيارة لكن الظروف معينة ما صار لي كذا فتركت العمل في تابوك واتجهت للمنطقة الشرقية كان بعرضه أحد ابناء العم عنده سيارات وكذا اتفقتنا وهو أني أشتري سيارة منه وفعلا دفعت له المقدمة وشيء من هذا ومساعدت برضه يعني بعض الأقارب ومنهم العم تركي رحمة الله عليه وقفني وقفه جيدة جدا الله يرحمه جنات النعيم كان باقي مبلغ دفع مقدمة وتسلفت من هنا الصغير والوالد ما قصر يعني مش الحال كان مبلغ عموما موش كبير كان مبلغ الدفع أعتقد اللي طلبت ستين ألف واشتريت أول سيارة اشتريت أول سيارة وكانت بعد مبلغ كبير شوي اش كانت السيارة مرسيدس جديد طبعا 1976 76 في ذاك الوقت وعملت على عمل الأسفلت كان الأسفلت في فورة في ذاك الوقت نعمل من رأس النورة التبوك الجيزان النجران عرفت مرضه مناطق المملكة في ذاك الوقت فعملت والحمد لله دخلت الفلوس يعني كنت جادة بعملي دخلت في صغير صحيح لكن جبت مبلغ أذكر في سنتين 300 ألف من قاربه كانت ذاك الوقت لهقيمتها لهقيمتها مجزية والعمل يعني 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 يعرفون يسمونه فورة الأسفلت وفورة الأسفلت ذاك الوقت يعرفون أنها كانت بداية العمل الكبير في المملكة كان أحد أبرز حوافز الشاب عبد الرحمن في ذاك الوقت توفير منزل مستقل لوالدته لمكانتها الكبيرة لكن لما رجع يبشرها بشراء أول شاحنة تفاجأ بأحداث جديدة طبعاً بس خلينا يسترجع الكامل اللي قلت أنت كنت أتمنى أن تبني بيت الوالد يعني كان هذا هو الهدف بس صار ظروف يعني عموماً كنت جاي ومعاي سيارتي وكذا وإلى آخرة فالوالدها يعني صغيرة وكذا يعني عرفت أنها تزوجت فحقيقة كانت يعني مش صدمة لكن أنه الهدف اللي كنت أنا أسسله يعني يبدو أنه تغير للتوجه والاتجاه طبعاً يعني كل شاب صغير يحس بشيء منه طبعاً بعدين أنا أعرف أنه أنا غلطان زواج شيء مبارك و الحمد لله أنا زوجت و جبت لي أخه و يعني أنا سعيد فيه و هو سند لي و سنة سند له و سند الوالدات لكن وقتها كان كنت تفكير شباب صغير يعني يحس أنه في شيء وأخذ منه و هذا كان تفكير خطأ طبعاً لكن الحمد لله مع ذلك عمرت له بيط طبعاً أكيد بعد ما عملت في الشاحنة و جمعت بعض المبالغ جاك تفكير في فترة من فترات أنك تروح تدرس في أمريكا و يعني التعليم رجع إلى الأولوية حدثني عن هذه الفترة و حقيقة أنا فكرت أنه إذا بدت جلل للعمال و للتجارة لابد يكون أول شيء عندي لغة يعني أنا حصلت أو بالأحرى وصلت المرحلة أنا ما هو هدف أني أكون على ناقلها وأعمل هدف معين وتقريباً حققت جزء كبير منه حصلت فلوس فقررت أنه أروح للويات المتحدة أدرس بعت سيارتي وأمنت المبلغ بالبنك و خدت فلوس معي كفيني سنة أو أكثر والبنك في فلوس بعد يعني صار عندي رصيد يعني هذا كل يوم أعتبر نفسي جيد كم كان عوبك في ذاك الوقت كان 16 أو قبل السبعة عشر لم أتجاوز السبعة عشر لأنه لم يكن عندي رخصة و كنت أسرعه و هذه من الأخطاء و حاسب علي ربه لكن لما كنت أقود أنه شاحن بدون رخصة بس مقتدر ظروف الزمان و المكان في وقتها صحيح يمكن في ذاك الوقت كانوا الشباب في السن مبكر تحملهم مسؤوليات و يعني صحيح وهو فذهبت للحقق الأمريكا إذن سمرت أمريكا قرابة السنتين تعلمت اللغة صحيح وبعدها قررت العودة إلى المملكة و لوجود الوالدة و إكمال مشوارك في العمل صحيح بعدما رجعت كيف كانت الرؤية رجعت عام نهاية التسفة و سبعين ثمانين كانت بداية الحرب العراقية الإيرانية توا بعد التسفة و سبعين أعتقد نهاية التسفة و سبعين بدأت و الثمانين كانت مستمرة كانت المملكة العراقية السعودية رافضة الأساسي في معالي حكومة العراقية في ذاك الوقت حكم الموانئ موانئ المملكة و خصوصا موانئ المنطقة الشرقية كان العراقي استورد من عن طريق المملكة كل بضايا عن طريق المملكة و عن طريق تركيا و لكن المملكة هي الأساس سمعت طبعا بل أنه هناك عمل و إلى آخرة فتوجهت للميناء رحت أنا بنفسي سألت لقيت أنه يطلعون طبعا ما كان هناك تقريبا سعودين كل اللي هم أجانب اللي هم أردنيين أو عراقيين شاحنات اللي تأتي يعني خط شاحنة لأنه مغري الحمولة الواحدة من المينة الدمامي إلى بغداد أول ما بدأت كانت بـ 23 ألف تقريبا و 25 ألف و بعد بعد نزلت بالأخير لكنها هو البدايات كانت مبالغ مجزية نظرت فيه فلوس وين روح؟ خط سيارة و اشتغلت الدمام بغداد عراق ككل عادة بالنهاية لمدة فترة طويلة طويلة شوي بس استثمرت زيادة سيارات وبعدين جلست في بغداد صارت السواقين حقين يروحوني جونة تابعهم أنا من الطبيعي أن أي ناجح يواجه تعثر في مسيرته لكن الأهم أن هذا التعثر ما يكون نهاية المشوار بل بداية لقصة جديدة وهذا بالضبط اللي حدث مع ضيفنا شخصيتك و شاء الله فيها مبادرة و حسن انتهاز أو استثمار الفرص خلينا نقول يبدو أن هذه الفترة كان فيها تحقيق نجاحات من اللي قاعد توصف ولكن أنا أعرف أنه بعدها أنت رجعت و عملت موظف ليش؟ هل كان يعني في فشل معين؟ احكي لي التجربة هذه؟ لا بس أنه يعني الواحد صار عنده عمل و كذا لكن الظروف هي تغيرت كثير أحياناً نزول العمل برضو كان له دور وصار فيه ظروف برضو هي طبعاً السيارات و كذا كانت طبعاً برضو ديون يعني ما هي تعرف وحدية يعني بداياته فالظروف ما كانت على الوجه المطلوب فكان أهم شيء عندي هنا أنه الناس تأخذ حق يعني فأنهيت الأمور كلها بكل بساطة فهذه الحمد لله عندي أنا ما عندي مشكلة فأنهيت كل شيء و خلاص انتهى الأمور و رحت رجعت أشتغل موظف بالجمال بالجمرك مخلص حقيقة بالفين و خمسمائة ريال يعني بعد ما حققت المبالغ الجيدة في النقليات جيدة و بعد كل شيء و راح و رجعت موظف و الحمد لله و بعد سيارات و بعد سيارة اللي معي و بعد شترت سيارة صغيرة و بدينها ثانية من جديد يعني بدأت في ذلك الفترة من الصفر من جديد لأن كان الصفر زينه و تحتها الصفر شوي لأني عرضت بيتي للبيع إذا في ذ fale الفترة كان في نقطة تحول ايش الدرس اللّي تحس انك تعلمته من هذه التي تجربة التي كان فيها خسارة كبيرة؟ أنا ما كنت في وقتها ما كان يعني هذا طبيع ما أدري يعني ما كنت يعني أحسني أني خلاص خسرت خسرت يعني ما كنت أحسني ما تألمت حقيقة ما في شك أنه واحد يعني يزعل شوي لكنه يرى أشوف أنه لسه أنا بل فرص موجودة لكن تألم درس واحد أو شيء واحد أنه ما عندك مشكلة إذا صدقت مع الناس إذا أصدق مع الناس تشاركهم وأموالهم هذا حقيقة النقطة الأخرى تعلمت شيء ثاني أنه اللي ما يكسر الظهر يقويه يعني أنه إذا ما انكسر ظهرك وطحت زي ما يقول وانتهيت فأنت بدأت تقوم أقوى مما كنت وتصير هذه هي دائما نقول الخسارة والمشاكل أو الأي أن كان النكبات أو المصائب اللي تجي للإنسان إذا ما يحسن استثمارها فهذا مشكلته وليس مشكلة غيره لأنه هي خلينا نقول العتبات اللي تقفز بك إلى الأعلى لأنك خلاص عرفت وش معنى الخسارة عرفت وش معنى أنك تفرط الحقوق على الآخرين عرفت شمون أنك الآخرين ما تنظر لهم عرفت وش قيمة الوقت الوقت مهم عرفت كيف تحترم الآخرين لما يعطونك أموال لهم مش لجزة رخيصة أموال لهم عندهم ولكن أعطوه قيابهم فائدة هذا شيء بديهي إذا نفهم الدرس أنك تعطيه قبل ما يطلبه حقه هنا وثي يثق فيك لكن أنك تستهتر بأموال الناس حقيقة هذه هي أكثر نكبات الناس استهتره بأموال الآخرين إنه أخذه وما يرجع وهذه كارثة وبدأ هذا يبني على الطمع فإلجم نفسك قبل ما يلجمونك الرجال الحقيقة النفس دائما ما في شك طموحة أو تابغتها بس ما هي ما هو حقيقة أنه أعطي الناس حقوقها قبل أن يطلبوها منك مدامك أخذت منهم أخذت سواء من بنك أو من شركة أو أخذت معدات أعطهم حقا قبل ما يقولك أعطني إياه لأنهم هم أصحاب الفضل عليك هم اللي أعطوك ما لك فضل أنت يعني أنت تجي أنت تقوله شكرا أنك أعطيتي فهذه من الأمور الدروسة اللي يعني أخذتها وما زلتها الحمد لله أعلمها الأبناء في هالموضوع حقيقة وموظفين وأزعل قال ما أحبب أفتخفي لكن والله أني أزعل إذا أحد ما أخذ حقا هذا أعتبره هذا غلط ولا يجب أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجر أجره قبل أن يجف أعرضه هذا إذا كان إنسان يتشبث بالإسلام أما كان إنسان إنسان أعطي ناس حقا استمرأت في الوظيفة في الجمارك لمدة كم؟ يمكن ستة شهور وطلعت رخصة رخصة تخليص أنا بنفسي يعني عرفت الشغلة طورت حتى في الوظيفة حاولت أنك تطور وضعك ملازم طور نفسي أشتغلت وبعدين طورت نفسي وبعدين طلعت رخصة تخليص وبدأت أنا بنفسي أمسك أعمال أخرى بطريقتي وبشركات صغيرة وكبيرة وإلى آخر وهذا بدأنا ثاني مرة طبعاً واحد يقف شوية رجوله وطلعت رخصة ثانية اللي يسموني الخدمات العامة برضو طلع جواز يعني تخدم الخدمات هذه متى براس مالك؟ طبي واحد بس يجتهد يقوم من صلاة الفجر وما يرجع نام إلا الساعة خمسة المساء بس طبي له واحد يعني مجتحد وجيد له علاقة سامح زي ما يقوله مع الناس ويستطيع أنه يخلص أمورهم هذه مكان طبي رأس مالك ولكن فيها معائد لا بأس فيه جيد برضو فرصة أخرى استثمرتها استثمرتها واشتغلت وبعدها توجهت ثاني مرة برضوه لله برضوه للنقل أبو ظهري أنت مرجال أعمال المغامرين ويمكن المغامرة أيضا جزء من شخصية رجل الأعمال يعني يستثمر بفرصة لما يشوفها سانحة أمامه مرت الأيام وجهت حرب تحرير الكويت وذيك الفترة كان لها قصة معك لو تقول لنا هذا الكثير طبعا كان هو بالبداية غزو العراق للكويت واتت بعده عاصفة تحرير الكويت الكلام ذا 91 عام 1991 طبعا ما في شك كان مفاجأ لنا جميعا استضافت الممكة العربية السعودية الشعب الكويت بكامل والحمد لله هذا شيء ما تبرو شرف لنا وواجب ما في شك كان هناك فرص لما أتوا أخوان الكويتين علينا طبعا فجأة يوم ليلة اضطرت الدولة هنا سكنهم في محلات مختلفة في المدارس في الإسكان إلى آخر عند أهلهم اللي يعلمون أحد إلى آخر واستضافوهم بعض العوايب هذا شيء طيب واللحمة أنا من الناس اللي يعني رأيت أنها مساهمة أنك تساعد برضو جزء من فساعدنا في بعض الأمور لما بنقل الماء لأنه كان بشهر أوغسط الحر يعني بسبب نقل الماء بنقل بعض البضائع بدون مقابل بوقتها ما كنت تحسب أنك تحسب تبي تأخذ فلوس أو شيء لا يعني كان الواحد لازم يبغي يقدم شيء بالضبط وشيء وطني ويشوف أهله الكويت أخواننا وأهلنا فحقيقة ما أحد كان ينظر من التجار هذا صحيح تشهد له بالعكس التجار كثير فتحوا مستودعاتهم ولكن دولتنا دائما كريمة الدولة برضو دفعت بسخاء فأنا برضو لما كان هناك فرص يطلبونك مقاولين إلى آخر يعني ما هي شغلتي اللي هي التغذية أخذ تموين أو تغذية جزء عدد مثلا ألف ثلاث تلاف أربعلاف شخص أتيب لهم الطعام غدا عشا فطورا وتعامل مع المطاعم إلى آخر ونوصل وكانت يعني ما كنا ننظر حقيقة إلا المبلغ ولكنك نظرناها كواجب وطني مع أنه يعني هذا العمل ما كان في السابق من ضمن أعمالك لا ما هو ضمن أعمالنا لأنك لقيت نفسك ممكن تأديه نعم تأديه لأن الوضع يحتاج بهالشكل أيضا نقل الماء نقل المشروبات إلى آخره فكانت هذا جزء منك كمواطنين أو كتجار أو كرجال أعمال مع أخواننا في الكويت بعدها طبعا الوضع دخول القوات وإلى آخره حتم علينا إحنا كمقاولين خصوصا نقل وأنا من الناس المستثمر بالنقل إننا نعمل بشكل 24 ساعة أولا نعمل بقوة واجتهاد لأن اللي أتى للمنطقة الشرقية لا أحد يتصور في ذاك الوقت من القوات اللي انزلت فما في شك صخرنا جميع معداتنا للعمل والحمد لله شهادنا تزفيها أنا وزملائي المقاولين ناقلين خصوصا إننا قمنا بعمل جبار لأن اللوجيستيكا أو الدنيا هذه اللي تمشي تبيه نقل تبيه معدات تنقل تبيه ما ينقل تبيه أكل أسلحة إلى آخر نيمت سنقل من المواني وهالسيارات الله شيء نفتخر فيه كناقلين فالحمد لله كان حتى الأوروبيين أو الأمريكان أتوا كانوا جايبين سيارات ما استعملوها أجدوا شيء ما كنا نصورونه من الناقلين وصلابتهم حقيقة أيضا بالنسبة لي أنا وبعضا أنا كان عندي عمال في الجبيل فالعمالة جتها تعرف من السفارات أنه المنطقة خطرة أخرجوا طبعا كنا نعمل مع وهذه الحمد لله برضو حسبتها لنا شركات سابقة يعني شافت أنه المخلصين بلوقت الحزم ما يبقى إلا ابن البلد حقيقة فأنا وجز كبير من المقاولين أنا كنت أداوم في الجبال مع العمال عامل والموظف لما يشوفه كان صاحب العمل واقف أمامه يتطمن أضف أننا دبلنا الفلوس الفلوس دبلنا لهم الرواتب الأكل والشرب ببلاش أيضا الشركات ما قصرت معنا يعني لما شافوا الوضع لأنه لا يمكن تيقف هالمصانع مصانع تكلف وقوفها فكانت أزمة لكن أديرت باحترافية من الجميع والله سهلنا هالأمور ما في شك الحكومة لها دور فاعل والشركات لها دور فاعل ومقاول المواطن فكنت أنا متواجد بالجبال حتى لما كانت الصوريخ سكد معروفة تطلع هنا وهنا والله يعني عند شعب المملكة جبار والله ما كان لا خوف ولا جاو الخوف وأنا شفت بعيني بالعكس الصرخ لما يطلع كانوا يشوفوا الوين طح هذا يعني دليل حقيقة أنهم ناس فعلا كلها الحمد أقوية بإيمانهم بالله وبحكومتهم طبعا عملنا هالفترة هذه مع القوات ومع الاستفدنا ماليا يقول كما استفدت لا استفدت بالنهاية طبعا استفدت وقدمت أيضا خدمة للبلد وقدمت خدمة واشتفد نعم واستفدت قدر عبد الرحمن العطيشان ينمي استثماراته بشكل متدرج واليوم توسعت مجموعته لتشمل استثمارات في مجالات تجارية وخدمية وصناعية متعددة أبو ظاري انت بديت بشاحنة واحدة واليوم ما شاء الله تملك أسطول من الشاحنات عرفنا عن الموقع اللي جناه اليوم وحدثنا عنه أكثر هذا طبعا الموقع الرئيسي طريق الرياض من الدمام ما يقارب 20 كيلو غرب على طريق الرياض الرئيسي طبعا بهالمحل لنا لي الآن 12 سنة طبعا صعب ان كول ما جيت هنا كانت منطقة بر ما فيها أحد وكانوا الناس يعني يقولون وين رايح يعني صحيح فقلت أنا خلاص أنا بحط لمحل وببعد عن الناس وصعب طبعا بالبداية جالسنا سنتين واسب الأرض تقريبا وتعبنا فيها ولكن المثابرة والإصرار يعني الحمد لله اليوم احنا عندنا هذا الموقع حوالي 200 ألف متر يعني يعتبر من أفضل مواقع على مستوى منطقة الشرقين كم كمستوى المملكة ولا الحمد كموقع وكمحل خدمة للنقل الناقلات عندنا ما شاء الله مستوع بالناقلات نهى ومستوع بالمستودعات والورش والموظفين والسكان وبحيد عن البلد كم عدد الموظفين حاليا وكم عدد الناقلات اللي عندكم والله الناقلات يمكن حوالي 700 وأقل شوية أقل شوية عندنا فيها الحدود هذا الرينج حنا ما نبغى نطلح حد ودنا ننزل أنا أؤيد أنا بالأكس يمكن خطتها القادمة خلال الأربعة والخمس سنوات القادمة ما نتعدى باقي النشاطات عندنا احنا توجهنا للصيانة صيانة المصانع في الجبال أنا بديت فيها من عام 1984 وكانت بداية شوية عجيبة ما رويتها لكم القصة لكنها قصة عجيبة بداية مع الجبال لو باختصار تقول لي باختصار أني جيت للجبال وناظر وللجبال كان فيها أيام شركات عشر خمسة عشر شركة فقلت هالشركات دي والجبال واحد كانوا يتكلمون الجبال اثنين فقلت له كل هذه المصانع دي يعني لابد من صيانة من اليسوية صيانة كلهم لقيت في ذلك الوقت كانوا كوريين وأجيان بمئة بالمئة قلت ليش انحنا ما يصير لي أنا موطأ قدم هنا لا حصل في فرصة كالعادة وحاولت تستثمرها وأنا أروح على هالمصانع شف كل يوم صلي الفجر وأروح طق هالبيبال هالمصانع عطوني الشغل يقولوا انت وش انت وانت وانت عندك شركة آخر شي بدوني صعبت على شركة أعطوني بوابة يلا وكسر هالبوابة فقط بس كسرها قلنا نكسر ما عندنا مانا أخذتها كانت بثلين وعشرين ألف أذكر يعني ما أبلغ زهيد بس برضو أنا اعتبرتني بصرت مقاولة الحاصل ما عندي عمال فرحت أخذتي جبت يمانية من الشارع ورحنا نكسر كومبروسرات وإلى آخرة جاء مدير المصنع داخل الصبح أنا بوريه أني أشتغل الساعة ستة الصبح كنت واقف هو جاي الساعة ستة ونصة وسبع الله داخل المصنع بعد نديت لي جاني سيكوريتي قال لي طلع برا أنت وعمالك يا رجل وش فينا نشتغل صح أنا حسب المدير فرحان فينا لقيت أن المدير زعل علينا أثرنا ما نشتغل سيفتي قال سيفتي ما عندكم آآ يعني السغل بغوضة فرحنا جبنا أنظمة السيفتي وعلى بل ما جبنا وإلى آخر المهم أني نفذت المشروع بخسارة سبعة لا فرية طبعا هذه دروع أوسمة حصلت عليها الشركة وأنا أفتخر حطيتها في مكتبي حقيقة ومن جاني زائر يطلع عليها ويشوف جهدنا السنوات ثلاثين سنة هذا جهد فالحمد الله برضو حصلنا على شيء مميز زي ساهمنا في ملعب جوهرة جدة حقيقة وهذا شيء الله يرحمه الملكة عبدالله يعني كانت تعرف كان هو الموضوع ونعتبر أنفسنا محظوظين أننا ساهمنا فيه أيضا طبعا هذا شيء شخصي لي أنا طبعا اخترت من قبل المتحدة في أني أكون سفير لنوية الحسنة في المملكة العربية السعودية لفترة بسيطة جدا في أي عام هذه؟ لا لا منها أربعة شهور أو خمسة شهور جديد يعني الموضوع هذا وإن شاء الله أننا نكون عند حسن الظن يعني الجماعة رأوا فينا وهذه حقيقة يبغى لها جهد مضاعف وأنا مسوي لها جدول الآن وبدأنا نشتغل عليها قصة دي يبي لها شغل ويبي لها ترتيب الله تكرقوه وإشتغل يعني توفي بـ لا إن شاء الله نوفي وحط لها قسم خاصة لأنا إنشأته بحيث أنه نقوم بزيارات المناطق لأفريقيا وإن شاء الله في اليمن بعد توزيع مساعدات وإعانات وإلآخره يعني تعرف مسؤولية كمان شايف ساعة الحرم هذه من أعز الحاجات التي احتفظ فيها لأنه يعني وفقنا أننا نكون مساهمين لو جزء بسيط في عمارة الحرمين الشريفين في مكة هذه ساعة مكة خذناها حقيقة كإثبات أنه مساهمنا في عمارة الحرم إن شاء الله يكتب لنا فيها الخير والبركة حقيقة هذه يعني من أعز الحاجات التي نحتفظ فيها وأعتبر نفسي محظوظ أننا ساهمنا في هذا الأمل الخير للمسلمين والإسلام والحمد لله والشكر وأعتبر نفسي إن شاء الله محظوظين يعني أبو ظهري كيف تجربة قيادة الشاحنة بعد كل هذه السنوات؟ لمن أخذناك للشاحنة وركبناك فيها وسكتها؟ يعني رجعت لسنين طويلة جداً يعني ما نبقى إلى السنة والسنة لكن رجعت لجمع كان كنت فيها يعني ما بداية كفاحة ما أعرفش بكر بس كان عندي إصرار توفيقي من رب العباد إنه أنا عندي هدف هذا كان يعني كان هدف يعني وليست هي كانت مرحلة كزي ما قلتك هي مراحل بألحية فكانت ليست المرحلة إنه أنا أعمل فيها على الشاحنة فقط لا هي مرحلة عمل لما بعدها لكن لما طلعت على الشاحنة ويعني ما في شك مر شريط سريع على الإنسان يعني تخيل عجيب ما في شك سنين طويلة بس كانت جميلة كرا على فكرة يعني أشكركم أنا لأني بعدها طلعت ثاني مرة سبت أمر ثاني سبت أمر ثاني حالي وقعتك مشى بدون ضغوط أفضاري أعرف إنك تحب البحر ووقت الفراغ والوقت اللي تكون تبغى تختلف نفسك أو حتى حين تجتمع مع العائلة حدثني عن هذا الهواية وهذا العشق طبعا أنا قلت البحر أحب البحر ما في كلام لكن أنا والعائلة والأولاد والأحفاد الآن صار عندنا أضخل ليهم فما في شك إنها تعرف رجال الأعمال وبحكم عملهم وإلى آخرة قليل يمكن يصير الاجتماع مع أبنائه وأحفاد وكذا فأنا يعني إذا طلعت للبحر وجوش الأولاد معي حقيقة أحس براحة نفسية هذا أولاً ثانياً أحس إنه أنا في نعمة حقيقة إنك تشوف أبنائك معك وتلعب معهم ربما تأخذ منهم أيضاً إنه يكون هناك ألفة بين الأبناء وبينك وبينهم برضو يعني هذه مهمة تكسر حاجز أحياناً للرسميات وهذه جداً مهمة ربما تطل على مواهب الأبناء عندهم مواهب الأبناء أحياناً ما يبدونها للأباء لكن في هالمواقع وهالمواقف تنكسر جميع الحواجز وأنا بطبيعتي أتعامل مع الأبناء ليست أب أبداً أتعامل معهم صديق حقيقة أعطيهم راحتهم أعطيهم جوهم يعني بالأكس أنا أقول اللي عندي يقول اللي عنده ما هناك الإحترام محفوظ ما في شك والأبناء الحمد لله لكن أسمع منهم كثير وربما تكلم وهم يتكلمون فالبحر يجي معنا بهالشكل هذا ننزل للبحر نسباح أيضاً أحب أن أعرف أن أعدي أبناء أو أحب أن أبناء يكونون سباحين مهارة يعني الواحد يحب سباحة ورياضة أبقى الرياضة أوجههم للرياضة طبعاً وكلهم الحمد لله رياضيين جيدين وأنا علمتهم كل أنواة الرياضة يعرفها هذا العمل طبعاً فيه ننزل القارة وأحياناً نتزلج نركب الجيت ربما يصير بعض الألعاب بيني وبينهم يعني يمكن تسابقهم شوي يحاولون يسبقوني بس يبدو أنهم يخلوني يسبقهم يتساهلوني ومع ذلك أنا ما أعطيهم فرصة هاي سبقت سبقت طبعاً كل هذا يخلق ألفا هذا جانب وبنفس الوقت أنا أشعر بالسعادة حقيقتاً لأن الأبناء في مراحل مختلفة يمرون يعني الأبناء صغار لما كانوا صغار أذكرهم اليوم تغير الوضع كذا صار والآن اختلفت المقامات بيني وبينهم لكن ظلت الحمد لله جان أحفاد وانبساطنا صرت انبساط معهم بطريقة زي ما كنت معهم ألعب السابق فهذه نعمة من رب العبادة رجل الأعمال عبد الرحمن العطيشان لو التقيت المسؤول الأول في البلد وكان أمامك ثلاثين ثانية توجه له رسالة إيش رسالة اللي راح تختارها أقول الملك سلمان حقيقة أتى في وقت والله الحمد هذا واحد وهذا من فضل الله على مملكة العربية السعودية وعلى الإسلام والمسلمين ملك الحزم والعازم فعلاً رجل حازم وعازم المملكة يعني سبحان الله مؤهل كل ملوكنا يعني يأتون في مراحل جيدة ولكن الملك سلمان في هذه المرحلة أنا أقول له شكراً أقول لسلمان شكراً حقيقةً وهو يحب أن ينادى سلمان سلمان أعدت للعرب والمسلمين هيبتهم حقيقةً أنا نعم رجل أعمال ولكن قبل هذا وبعد أنا مواطن من هذا البلد وأدين حباً وولاء لديني ومليكي وبلدي أرضي هذه وأعيش عليها وأموت عليها وأموت دونها يعني الواحد يفتخر والله الحمد والله يديم العز والأمن والأمان على هذه البلاد ولله الحمد والله إننا مغبوطين فيها مغبوطين ولكن ولله الحمد العيون ساهرة ونحن ننام في أمل وأمان هذا حقيقةً الأمن اللي نعيشه إحنا كتجارة تكلمك التجارة رأس المال دائماً يبغى عن الأمن لا يعيش رأس المال لا يهمك تجار عنده مليار والله لا يتساوي شيء لو ما يتأمن تجارته لا يسوي شيء لو عنده مليارات منوك غيره تهتز في ساعاته إذا اختل الأمن لذلك أنا أشكر الملك سلمان أشكر محمد بن سلمان وأشكر محمد بن نايف محمد بن سلمان حقيقة وأشكر الباقيين ما في شك الأمن اللي نعيشه لكن هذا أنا سعيد جداً في وضعنا الحمد لله والشكر لله الله يديم هذه النعمة علينا ولا يغيرها أمين الله يديم نعمة الأمن على بلادنا ويحفظ لنا ملكنا السؤال الثاني اللي أطرح عليك لو عرضت عليك حقيبة وزارية إيش الوزارة اللي راح تختارها وأول قرار راح تتخذها والله أشوف أنا لا أطمح أن يكون وزير لأنها العمل الوزارة يقول الله يكون بعونه هي أمانة أولاً وأخيراً هي أمانة قلدها ولي الأمر لك يا هالوزير فراع الله قبل كل شيء وراع الأمر الوضع الوزارة يعني على الكرسي هو مؤتمن والله يعني أنه أني ما أغبطهم على وزاراته والله لأنه الحساب يسير وليس يسير فيامان يعني الإنسان بيته خايف وماله الخاص وخايف ما بالك أنك تولى أمك تكون تحت دارة لكن من باب الإصلاح أو الرأي الخبرة البسيطة اللي عندي أنا ربما أقول النقل لنخبرة في هالمجال والمملكة تستحق أكثر من هذا يعني أنا النقل ما هو النقل ما قصر الوزراء ولكن المملكة تستحق أكثر من هذا بكثير الطرق يعني ما زلنا لم ما زلنا يعني نشوف الضغط على هالطرق والقطارات ليست على للسح النبادين فيها ونحن نستحق أكثر بها المملكة تستحق أكثر من كذا يعني يمكن أقول وزارة النقل لكي أعمل شيء لها البلد لا أكثر ولا أقل بس وأول قرار راح تتخذه لو مسكت أدارة النقل ما إنشاء طرق حديدية سكك حديدية هذا أولا ثانيا إنشاء طرق موازلة الطرق الموجودة الأكثر الطرق عندها من عام 84 إلى التسعين يعني طرق كلها العمراء موشة الافتراضي البلد زاد أربعة خمس أضعاف وما أزلنا طرقنا عندما تطلع المناطق خط مثل الرياضة الدمام أو شوف شو الأمور هذا جانب ويبقى عندك طال أمرك هو النقل العام أقول مثل المملكة العربية السعودية لا يوجد نقل عام على مستوى بلد مثل المملكة تستحق الرياضة فيها ستة ملايين جدة فيها كم؟ مكة كم؟ ما يصير؟ يعني تحت ألف خط هذه لازم؟ تقول لي ثقافة ما ثقافة هذا باب وجواب أنه ما يركب السيارة ما يركب الباص هذه فيها أمور ثانية لكن أنا أعتقد أنه يعني تحل المشكلة الزحمات هذه لابد من وقفه وأنا أشوف فيه وفيه يعني فيه الوزراء الآن اختلف الأمر الآن بدأوا ينزلون للواقع أول كانوا فوق الآن بدأوا ينزلون للواقع حقيقي وأنا أشكر من هو خلف هذا بعد الفترة اللي قضيتها الطويلة والقصة اللي اسميناها منك وتجربتك في مجال الأعمال وتجربتك في مجالات مختلفة إيش هو النجاح الحقيقي في وجهة نظرك؟ من أصعب الأسئلة لكن أجابه ربما جابه مختصرة قدر ما أستطيع لكن كل أسئلة أكتب جنبه وهذا جنبه آخر لكن النجاح الحقيقي أنا أتصور أنه أخرج من هذه الدنيا وأنا يعني الناس راضين عني وأنا أكون أرضية ربي قدر ما أستطيع ما في شك إن الإنسان بمغفره برحمة رب العباد هذا جانب الجانب الآخر أنا أتمنى أني أعمل الخير قدر ما أستطيع لأنه هذا يطيني السعادة أنا أعمل الخير أنا أسعد حقيقة ما أعمل للناس شيء أستطيعه فأتمنى أني أوفق في هذا المجال وأستطيع أني أسعد من حولي إذا أمكنني وإن شاء الله أني أستطيع تكون الإنسان حياته الباقي حياة سعيدة تكون حياتنا في هذا البلد المعطاء جميلة ما نبغى زي ما يقول يكون علينا أي تنغيص في هذه الأحيات فلكن إن شاء الله وهذا أتمنى المغفرة من رب العباد ورضاء الوالدين وهذا حقيقة رجل أنا بسيط هذه منيتي وأنتم أنه منيه بسيطة هذه بس إن شاء الله تتحق رجل العمال عبد الرحمن العطيشان قضينا معاك وقت ممتع أخذنا من وقتك كثير وأتعبناك في رحلة طويلة شكرا مني أنا شخصيا من فريق البرنامج من روتانا وأيضا من راعي البرنامج السي سي شكرا على الوقت اللي أعطيتنا هو وشكرا على الحلقة والوقت اللي منحت لنا شكرا لكم والله يوفقكم وأسعدتوني حقيقة وأنت يا أخ صالح أنا أحيي فيك يعني روحك الموش الرياضية الجميلة اللي تستطيع أنك تأخذ مني أنا أخذت شيء ممكن كم ما بديه ما حبيت أقوله في فترة من فترات لكن أنت بطريقتك يعني سحبت المعلومات وكذا بطريقة احترافية وهذا يدل حقيقة على صدقك أولا وأنا حيا لأن صادق أنت في طرحك وأنا إن شاء الله نصادق معك في ما قلت ربما أنا أتمنى إذا كان هناك شيء يزعل المشاهد أتمنى أن يعني عديها زي ما يقولوا لا يأخذها علي مأخذ أيضا أنا أشكر قناتكم حقيقة قناها جدا رائعة ومشاء الله موفقين أنتم برنامجك برنامج رائع صار له اليوم يعني ما شاء الله مشاهد على مستوى الخليج وإن كان لي رأي صغير أتمنى أنه أنت أغطيت المملكة نوعا ما أتمنى أنك برضو تأخذ من الخليج يعني لأنه فعلا أنت اليوم وصلت أكثر أكثر من المملكة العربية السعودية فالخليج له حق فيكم أتمنى أنه يكون لهم دور في برنامجك الرائع الله يوفقكم أنتم زملائك هم اللي يتعبناكم حقيقة لكن تحملونا شوي وما قصرتوا تحملتونا كثيرا شكرا جزيلا بالعكس شكرا أنك فتحت لنا قلبك وإن شاء الله في هذا الموسم راح تشوف رجال أعمال من الخليج مشاءة الله وشاكرين لك كل الوقت اللي عطتنا شكرا جزيلا معي تلك العافية نعم سهلا يوم ورا يوم يثبت النجاح أنه مو وليد الصدفة وأنه ثمرت الاجتهاد والمثابرة في اتجاه الطموح اللي لا يمكن يكون لحدود وتذكروا دائما انسمات الناجحين ما صارت أسرار مع صناع النجاح إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة